يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم المكان العرب يتعادل مع الزمالك واحد واحد في الدوري المصري الممتاز الإسبوع الثاني في مباراة كانت مسيرة جدا جدا في كل أحداث تعال الأول نشوف الأهداف وبعد كده ندردش في كل اللي انت عايز تسمعه وبقى ما سجل للزمالك هدف متأخر في ديئة 83 وبقى النهاردة عمل مباراة حلوة رغم النوام بيلعب مش في مركزه الأساسي اللي هو المهاجم بس يعني عمل مباراة فيها شيء من قوامها بتاع زمان يعني سجل الهدف الأول لنادي الزمالك وقت ما فرح الزمالك وتصور أن المباراة انتقت يسجل أحمد علاء هدف التعادل المكانول العرب في ديئة 99 هدف قاتل جدا خلاص ثانية الأخيرة تقريبا يعني هدف قاتل جدا وهتكلم على اللقافة ديئة مع بلاحظة كل اللقطات اللي انت شفتها النهاردة هنتكلم عنها ونتناقش بهدوء نفاهم انه في ناس متعصبة دلوقتي ومتنرفزة وحاجات كتير هنتكلم على اللقافة ديئة كتير قوي قوي وأتظر عاما أحمد علاءة بس ما فيش منع ان احنا برضو نشيل لبعض الأشياء خلصة المباراة تعادل ثاني للزمالك في الدوري الممتاز اسبوعين بتعادلين تعادل مع بيرامدز وتعادل مع المقهون العرب نمشي واحدة واحدة فيما حدث في هذه المباراة تعالى الأول هقولك نقطة إيجابية انت كمشجع للزمالك مش تحب تسمعها دلوقتي بس هقولهلك هقولهلك من وجهة نظري الزمالك في مباراةين تعادل مباراة أمام بيرامدز ومباراة أمام المقهون العرب شخصيا ومن وجهة نظري الشخصية وإيجابية للموقف وما يحدث اللي بيعملوا الزمالك دلوقتي على مستوى اللاعبين شيء جيد تقولي جيد يا عم لا أنا مشجع زمالكي وأنا لا أقبل للفوز طبعا الزمالك ما يلعبش غير على الفوز طبعا طبعا فاش خلاف بس طبقا للظروف الصعبة اللي بيمر بها نادي الزمالك من مستحقات متأخرة من إقاف قيد وانت داخل الموسم بدون انتقالات تغييرات إدارية برضو مدرب عنده شوية قصص كده بيحب يعملها في الملعب بتاعته هو الوحده في تفاصيل كثيرة تقول إن بداية الموسم للزمالك كانت ممكن يبقى فيها هزمتين مش تعدلين فالزمالك أحسن من المتوقع بس مش هو الزمالك اللي جمهور الزمالك مستنيه حلو أهو الكلام واضح الزمالك أحسن من المتوقع طبقا للظروف لكن أكيد جمهور الزمالك محتاج الزمالك يكسب صح ولا لأ دي الحكاية الأولى وحطها على جهة الحكاية التانية قبل ما أخشي لك في قصة الحكام والحكاية والرواية والكل اللي انت عايش تسمعه ده أنا أشت بلعبة نادي الزمالك وفي مباراة بيراميز كانوا رجال وفي مباراة من كل عرب كانوا رجال وضيعوا كتير النهار ده ووصلوا كتير وجريوا كتير وفي أخطاع فنية في رأيي من أسوريو هفضل أقول طول الوقت الكلام ده سواء في المباراة دي أو المباراة اللي فاتت أو كل المباراة الصابقة لنادي الزمالك باستثناء واحدة أو اتنين بس النهار ده لعبة نادي الزمالك انت بسجل هدف وديقة 96 وانت في أمسل حاجة الفوز يفوقك أول فوز لك في الدوري فوز مهم قبل مباراة العودة أمام أرطة صولاري الصعبة محتاج فوز يفوقك صح ولا غلط انت كلاعب نادي الزمالك شايل المسئولية إيه اللي حصل بقى من الدقيقة 96 وطرقصات حلوة وقعوب لطيفة وأداء استعراضي يا جدا عن تكذبان واحد بس دي نقطة برضو من حاجات اللي محدش أثارها بعد المباراة كله بيتكلم على كابتل أمين عمر والتحكيم وخلافه هنتكلم ليه هجزء كبير بس انت هتقول يا جماعة اللقطات ليه آخر دقتين وتعالون شوفها هنا مع بعض آخر دقتين من نادي الزمالك أوباما يرقص على فجل ترقيصك يتحيله قوي قوي بس مش مستهل يعني لو ما كانتش عددك هتبقى تعمل مشكلة بص 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 معايا بص معايا أوباما عمل هنا ترقيصة عظيمة جدا واحد اتنين في تلاتة فاربعة عمال بص عمال يلف مع اللعيبة كلها يا سيدي على جمالك وراح عامل واحدة زدان وبتاع والتاني راح برضو يرقص إبراهيم أنا ضائب فاللعيبت المقاولين اداء اتفاول وطبعا أسوريو الله عالجمال وعالحلاوة اللي عملها أوباما يا سيدي يا سيدي كسبان واحد صفر كسبان واحد صفر حلو ان نلعيبت الزمالكي تجعلها الصقة بس برضو الاهم انك تحافظ خلصة الكرة ديت وعدت وابراما دي حاب برضو يسأل الله حب ورومانسية وجمال يا جدع انت زعله يعني انا لو ما كانوا هقوله لا مش وقته ذكز اكتر بص الكرة دي شكبالة ما هو يعني يا أوباما هيعمل شو انا برضو درش كبالة اخد كعب يلا والتاني برضو ايه شوية لقطات بص قعوب كلها قعوب مستطفى شاريو برضو قال لك خش شدي كعب كل ده في الامور العادية هنقعد نسقف ونغني النادي الزمالك ويا سلام على مدرسة الفن والهندسة لكن اللي هي اتخطفت في الاخر اللي انت عايش زو ايه في الامور زي كده تبقى ايجابي اكتر تبقى ايجابي اكتر لسه انت كل دوت هي حالة من الحالات الايه هتقول لي ما هو لقصه عده يا كريم هقولك ميش يا هو تركيزه راح هو بقى الموضوع بالنسبة له احنا كسبنا المطش وهو ما فيش لعب هيعمل كده اللي ما يبقى مقتنع ان هو يكسب المطش كرة طولية ما لقاش ايجابي لازمة وعشان ده كمان محمد عبدالغاني ما بقاش ملكس بقى بقى اللي عبين ما فيش تعراض لمس الكرة بطريقة خطيئة بشكل غريب جدا تمام هو عارف انها كورنر ولما تعادت من قريب باني انها هي كورنر وخبطت في رجل كورنر جول للمقاولين العرب ليه عشان انت عشان انت في لحظة من اللحظات كنت قررت تستهتر تعمل الشو تعمل حاجات مش وقتها انت في ظرف صعب انا بقول لي عيبت نادي الزمالي جدت وقديته المباراة دي والمباراة اللي قبلها بصراحة برجولة بس ليه تبوز الفرحة على نفسك وعلى جماهيرك اما كل عرب اجتهد النهاردة اجتهد عظيم جدا احمد علاء قبل الكلة دي كان ليه تصويبة رائعة جدا في القايم رائعة اجتهد برضو المقاولين واستحق في الاخر انه يتعدل بهذه الطريقة عشان كانوا عندهم جداية طبعا ده خلاص اللي كان بيحتفل مع اوبابا من الترئيسة وفرحان ومبسوط وسعادة انت حتى لو اللاعب خرج من تركيزه او بدأ يستعرض انت كمدرب تقوله لأ ما تعملش كده يا سيدي تب ما انا عديت لأ ما تعملش كده ركز ركز عشان يكونها تتخطف منك ركز عشان اللعبة كلها هتعتمد ان الخلاص هو حقق الفوز وحقق الانتصار بس قصوري راح معاه راح مع اللي راح دي لقطة